أستاذ إبراهيم عيسى هتلب من حضرتك تقف على خشبة المسرح وتقول مونولوج النهاية لجمهورك مونولوج نهاية المسرحية دي عايز توصيهم بحاجة عايز تقول خلاصة تجربتك المورال بتاع تجربتك عايز تقول اعتراف عايز تقول اعتذار عايز تقول امنية أيًا كان مونولوج النهاية بتاع حضرتك هتقوله بصدق لجمهورك عالمسرح تقبري الوقفة لقصاد الجمهور دي تحتم على الواحد يكون صريح أشد ما تكون الصراحة أوضح ما تكون الحقيقة يا جماعة أنا بحب أداء جورجي سيدهم عن عبد الحليم حافظ في معبودة الجماهير وهو وقف على خشبة المسرح وبيقول لها بحبك 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 بقالي سنين عايز أقولها لك كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك هعيش وأنا بحبك وأموت وأنا بحبك جورجي سيدهم كان أفضل وأحسن مليون مرة من عبد الحليم وهو بيقول لشادية أحبك كلمة بقالي كتير عايز أقولها لك لأن الحب قوة الحب إعلان الحب صوت يعلى في السماء بحبك 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 عايش وأنا بحبك وهموت وأنا بحبك وعاش جورجي سيدهم على مصرح مصر